السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وبيعاتكم بكل خير فانيشرك عن نجاح إن شاء الله رب تكونوا خير وصحة وعاية وسلام طيب الشباب احنا اليوم بإدرجة سبحانه وتعالى في المحاضرة السابعة اللي رف نتعلم انه كيف تكتب محتوى بطريقة احتراق لراح امشي معك تطبيق عملي اللي رح اشاركك الاسرار اللي انا اعملها لما انشئ محتوى طبعا تسعين في المئة من الاشخاص اللي بينشوا المحتوى بيكون المحتوى الخاص بهم يعني خطأ بنسبة كبيرة جدا فعلشان كذا بيواجهوا مشاكل فإذا كنت أنت بتواجه إحدى هذه المشاكل إما يعني مساعدات منخفضة جدا لديك أو قلة المشتركين يعني المتابعي لديك أنت تنشر بطريقة صغيرة وبطريقة منظمة وفي وقت منظم ومرتب لكن مش عارف أيش الاشكالية فبجي تلاحظهم والمشتركين لديك قليل جدا اليوم رح اشارك لك حلول بإذن الله وبقول لك ليش المشتركين عندك بيكونوا قليل جدا بقول لك ليش المشاهدات عندك منخفضة جدا وبعرفك على السر اليوم بشارك لك السر اللي أضلب منشي المحتوى والمسبوقين ما أغشي علمك بهذه الطريقة اليوم أنا جايب لكم طريقة والله لن تجدها في أي مكان طريقة أنا مبتكرها لك طريقة احترافية إذا كنت يعني فعلا بتنشر أنت بشكل منظم مثل ما أقولت لك يعني ما في نتائج اليوم بقول لك إيش الأسباب وبقول لك كيف تحل هذه الأسباب بغدر الله سبحانه وتعالى كذلك إذا كنت شخص بتطرق حملات إعلانية لكن بديت لاحظ أن الحملها الإعلانية الخاصة بك يعني كانت غير ناجحة وما استطعت أنك تنجح وخسرت فلوسك بقول لك اليوم كيف تنشئ محتوى تسويقي يحقق لك نتائج مبيرة وتحقق نتائج كبيرة جدا فخليك معي خطوة خطوة كذلك إذا كنت تعاني من الصعوبة كيف تتكلم أنت مع الذكاء الاصطناعي يعني مش عارف كيف تتكلم مع الذكاء الاصطناعي يكتب لك محتوى مش عارف كيف تتخاطب مع الذكاء الاصطناعي مش عارف كيف تكتب للذكاء الاصطناعي بطريقة حيث أنك تحصل على النتائج اللي أنت بتبحث عنها اليوم بقول لك كيف تتكلم أنت مع الذكاء الاصطناعي بشاركك الخطوات السحرية الخطوات اللي لم يحبيرك بها أحد خاصة في محاضرة اليوم والله محاضرة اليوم هدية 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 مني لكم لاني راح أقول لك كيف أنا أصلا بنشي محتوى وكي يا شباب فخلونا نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى عن ضركة الله فبسم الله أولا خلونا نجي نقول نعملكم مراجعة سريعة بشكل مفتصا وسريع وبسيط وسهل جدا في البداية أنا عملت لكم المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية والمحاضرة الثالثة والمحاضرة الرابعة إلى المحاضرة السادسة تمام؟ طيب المحاضرة الأولى هي أساسيات أنا شرحت لك أنواع المحتوى خليني أعملك الآن مراجعة سريعة وسهلة جدا فإن شاء الله بعد ما أعمل لك المرادع وبعد ما أوظف لك ما المكونات المحتوى وكيف تبدأت يعني تكتب أنت محتوى بطريقة احترافية برجع أن تقل لك إلى طبعا المحاضرة يا شباب رح تكون مش ورين يعني رح تكون مقسمة إلى جزئين الجزء الأول لك أنت الجزء الأول لك أنت يعني كيف تكتب أنت محتوى بدون ما تستعين بالذكار الاصطناعي تمام؟ الجزء الثاني بعلّبك كيف تتكلم أنت مع الذكار الاصطناعي يساعدك الذكار الاصطناعي يعني الجزء الأول رح تجعل منك أنت إنسان مبدأ وأنت اللي رح تفرق أيهما أفضل أنت اللي تخرج الأفكار من عندك أو أنك تستعين بالذكار الاصطناعي بقول لك كيف وفي طريقة ثالثة لك كيف تدمج بين أفكارك وأفكار الذكار الاصطناعي وتخرج بنتائج قوية خلينا عمامك الآن مراجعة مراجعة سريعة جدا طبعا أنواع المحتوى إحنا ذكرنا وقسمت لكم أقسام المحتوى إلى أدة أنواع فقلنا لكم هناك عدة أنواع للمحتوى فمثلا أولا أنواع المحتوى أولا ركز معي ركز معي قلني مشتات لحظة لها ركز معي خطوة خطوة تقدم الفيديو ثانية ثانيتين كلمة واحدة بتفوتك لأنه والله كل كلمة بقول لعلك فيها هذا الفيديو بالتحديد راش تنقول لك مقلة كبيرة راش تأسسك تأسيس صح وراش تكون مبدع بعد هذه المحاضرة لن تحتاج إلى أحد بإذن الله فقلنا أنواع المحتوى أنواع المحتوى أحنا تكلمنا أول نوع اللي هو أيش النوع الأول رقم واحد حسب الوسائط الوسائط أكي النوع الأول حسب الوسائط أكي يا شباب فتكلمنا حسب الوسائط معنى أربعة أنواع حسب الوسائط في معنى أربعة أنواع اللي هو النوع الأول والنوع الثاني والنوع الثالث والنوع الرابع النوع الأول إحنا قلنا إبارة عن إيش نصي محتوى نصي صح النوع الثاني تكلمنا إبارة عن إيش مرئي وبعدين تتكلمنا النوع الثالث ليش يا أستاذ باكر بتتكلم لنا هذا الكلام لإني أريد أعلمك كيف تتكلم أنت مع ذكر إستماعي أعلمك كيف تنشأ أنت محتوى بطريقة مرتبع لا تقول لي ليش وكيف والله أنا ماشي معك بطريقة تجعل منك إنك تنشئ محتوى بدون ما تواجه صورة في معنى النوع الثالثة اللي هو مدمج إيش معنى مدمج؟ يعني تدمج يكون عبارة عن محتوى نصي يوجد فيه نص وسط ويوجد فيه فيديو أو صورة والنوع الثالث أو النوع الرابع قلنا حسب الوسائط اللي هو السمعي يعني إذا رأيت تسجيلات صوتية مثل التليجرام مثلا أقرب شيء نحن نستخدمها في التليجرام المحاضرات الصوتية شباب صحيح إذن هذا القسم الأول من أجسام المفتوى القسم الثاني رقم اثنين حسب معلنة من الخط البعض بيركز يقول أستاذ باكرة خطك مديري أنا الآن بشرح لك بشكل مستعدل علشان ما يكون باكرة قديمة طويل حسب الهدف يعني أيش الهدف من هذا المفتوى تركز معي قلنا قسمناهم إلى عدة أجسام القسم الأول الهدف من المحتوى اللي أنا أسويه تعليمي تعليمي القسم الثاني إما يكون الهدف مثلا تسويقي وهذا أغلب الأشخاص اللي بيسووا حملات إعلانية يريدوا يتعلموا هذا النوع من المحتوى بعلمك اليوم كيف تعمل المحتوى تسويقي وبطريقة احترافية تسويقي القسم بالالثالث الهدف منه قد ربما يكون ترفيهي ترفيهي القسم الرابع من هذا النوع من أنواع المحتوى يكون عبارة عن إلهام أو تحفيز إلهام أو محتوى تحفيزي طبعا يا شباب وفي معنى الجسم الخامس اللي هو الأخير تفاعلي يعني أنا الآن بنشئ محتوى علشاني أتفاعل مع الجمهور إذن هذا النوع الأول إذن شوف تركز معي هذه كلها مراجعة قلنا النوع الأول حسب الوسائط وتكلمنا أربعة عنه نصي مرئي مدمج سمعي وبعدين تكلمنا حسب الهدف قلنا إما يكون الهدف من المحتوى اللي أنا أنشئ يعني الهدف منه تعريمي أو الهدف منه تسويقي أو الهدف منه ترفيهي أو الهدف منه إلهام أو الهدف منه أني يعني أتفعل مع الجمهور رقم ثلاثة ركز لي ركز لي ركز لي ركز لي ركز لي ركز لي والله أنك لو تريد أنك تتعلم كيف تتخاطب مع الذكاء الإصطناعي طبعا أنا آخر مادة اختبرتها يا شباب هي ذكاء إصطناعي فعارف الخوارزميات وكيف تعمل خوارزميات الذكاء الإصطناعي أنا اليوم ما راح أدخل لك في شروحات علمية أو لا بمشي معك خطوات علمية يعني بمشي معك خطوات عملية أقصر النوع الثاني حسب الجمهور وحنا عملنا محاضرة كاملة كيف تحدد جمهورك المسادف حسب الجمهور ليش أنا قلت لك مهم جدا أنك تراجع للمحاضرة السابقة علشان تستوعب محاضرة اليوم لأن المعلومات مترابطة فركز معي الجمهور قلنا قسمناهم إلى ثلاثة أنواع النوع الأول قلنا عبارة عن جمهور يكون صغير يعني الأطفال استهدف الأطفال جمهور يكون عبارة عن جمهور شباب استهدف الشباب يعني من أعمار 25 سنة إلى عمر 40 سنة أو 45 سنة وبعضين الجمهور اللي هم كبير الكبار في السن يعني من فوق 50 سنة وفما فوق 55 فما فوق هولا بيكونوا جمهور كبير طيب هذه مراجعة بسيطة حلاص الآن عرفنا هذه أخذ لها لكبت شاشة طيب أنا بأوخر الآن أو بأبتعد الآن علشان تعخذ لها لكبت شاشة عزيزي بسيقرب عليك خذ لها لكبت شاشة ليش لأنه بأكلمك بعد شوية ليش خذ لها لكبت شاشة كي بتكون أكيد أخذت لكبت شاشة طيب ننتقل الآن خلاص هذه ما نخليه لأنه بنرجع لها بعد شوية عمنا الآن مراجعة طيب الآن يا أستاذ ذاكر أنا أريد أنشئ محتوى بس مش عارف كيف أنشئ محتوى شوف فيه معك خطوات لكتابة المحتوى خطوتين خطوتين لكتابة المحتوى بي معك خطوتين ها شوف على بساطة ففيه معنى خطواتها بنجي نكتب الأنوان خطوات كتابة المحتوى خطوات كتابة المحتوى قلنا معنى خطوتين الخطوة الأولى ها الخطوة الأولى هندد نوع المحتوى ها حدد نوع المحتوى اللي أنت تريد تكتبه هدد نوع المحتوى هل ها المحتوى أنا قبل الشوية عملت لك مراجعة على أنواع المحتوى أنواع المحتوى بأن حسب الوسائط إما يكون نصي أو مرئي أو مدوج طبعا يا الشباب البعض بيفكر أنه خلاص أنا بحدد نوع المحتوى خلاص نصي وبس لا نصي ونزل هكذا تدريجيا أنت بتحدد نوع المحتوى نصي طيب أيش الهدف منه هل الهدف تسويقي أنت الآن تريد تكتب محتوى هل تريد أنك تكتب المحتوى يكون محتوى نصي أو محتوى مرئي يعني فيديو أو صورة صمم أو محتوى مدمج أو محتوى سمعي المدمج يكون نصي ومرئي في نفس اللحظة طيب أنا حددت الآن النوع الأول حدد نوع المحتوى إحنا قلنا حدد نوع المحتوى يعني كيف تحدد نوع المحتوى أول شي حدد حسب الوسائط حسب الوسائط ها؟ حسب الوسائط حسب الوسائط هل نصي أم مرئي أم مدمج أم سمعي؟ حدد لي واحد حدد لي واحد يا أما يكون نصي أما يكون مرئي يا أما يكون الاثني نصي ومرئي المدمج يعني نصي ومرئي أو يكون محتوى سمعي ها؟ طبعا يا شبب أغلب المحتوى المرئي كان عبارة عن محتوى نصي يعني لو فهمت كيف تكتب محتوى نصي المحتوى النصي بترجع تحولي إلى محتوى مرئي وهيد؟ جميل جدا حتى الآن بدأنا نست عائل أكثر و أكثر إذا حدد نوع المحتوى أول شيء رقم ألف ألف يعني حسب الوصائت حدد حسب الوصائت اختر واحد من هذه اختر واحد من الأربعة حسب الوصائت اختر واحد شوف الآن كيف تكتب محترار نبعلمك الآن خطوة خطوة اختر واحد حسب الوصائت إذا جودة الفيديو عندك ضائفة بإمكانك أنك تضغط على الإعدادات الخاصة بالفيديو وترفع الجودة تضغط على الجودة وترفع جودة الفيديو علشان تظهر عندك الخط واضح اوكي شباب حسب الوسائط اختر واحد تمام بعدين بقى حسب الهدف في نفس اللحظة مش خلاص تقول انا اخترت وسائط وتنسل ذاتي لا اختر الهدف منه وبعدين بتحدد جمهورك ليش علشان اعلمك كيف تخرج بمحتوى احترافية يعني مثل ما قلت لك 90% من منشئي المحتوى 90% من منشئ المحتوى والمسوّقين بيكون محتوىهم خاطئ علشان كذا ما بيجيبوا نتائج 10% فقط اللي بيحققوا نجاحات لانه ماشين بهذا الاستراتيجية كيف يا شباب طيب بقى حسب ايش حسب الهدف حسب الهدف اوكي جيم حسب الجمهور تلجأ تحدد جمهورك حسب الجمهور حسب الجمهور اوكي حسب الجمهور تحدد الان جميل جدا هذه اول خطوة علشان تكتب محتوى حدد النوع المحتوى هل المحتوى اللي اكريت تكتبه نصي يعني عبارة عن منشور على مواقف تواصل الاجتماعي اوكي او تريد انك تكتب يعني مثلا نجي نقول مرقي تريد انك تغال فيديو على اليوتيوب على التيك توك حسب الموصة اللي انت بتختارها وهذا احنا تكلمنا عليه محاضرة كاملة اللي هي كيف تكتب محتوى وانواع المحتوى ذكرتها كامل والله ارجع عملها مراجعة عملها رفية اوكي شباب طيب الآن بدأنا نستوعد هذا الخطوة الأولى الخطوة رقم اثنين ها الخطوة رقم اثنين علشان تكتب محتوى احترافي ركز هذه الخطوة هي اني انا اعتبرها هديتك اليوم هديتك في هذه المحاضرة اللي هو حدد مكونات المحتوى نعم يعني كل محتوى للمكونات حدد مكونات المحتوى مكونات المحتوى كي شباب مش عارف ليش خطي اليوم زفت اوكي حدد مكونات المحتوى طيب المحتوى له خمس مكونات عامة طبعا المكونات المحتوى نوعين المكونات المحتوى يتكون من نوعين المحتوى مكونات التتكون من نوعين النوع الأول أقصد النوع الأول اللي يعيش مكونات عامة يعني هذه المكونات العامة موجودة في كل أنواع المحتوى المكونات العامة موجودة في كل أنواع المحتوى في كل أنواع المحتوى سواء كان نصي سواء كان مرئي سواء كان سمعي موجودة فيه مكونات عامة رقم اثنين مكونات خاصة يعني كل محتوى له مكونات خاصة فيه وحندرسها اليوم إن شاء الله مكونات خاصة طيب خلني أولا أبدأ أكلمك على المكونات العامة المكونات العامة المكونات العامة الموجودة في كل أنواع المحتوى المكونات العامة المكونات العامة أول شيء رقم واحد أو رقم آلف المكون العام الأول وهو العنوان أي محتوى يا شباب أو بين دوسين خلينا نجي نقول العناوين العناء وين ها ركز مين العنوان أو العنوين طيب كيف يا أستاذ باكر ممكن المحتوى يكون لأكثر من عنوان أنا يا شباب مثل ما قلت لك راح أكلمك اليوم على أسرار لن يخبرك بها أحد أنا في الفيديو تخيل كم أعمل عنوان أربع عنوين في الفيديو الواحد أعمل أربع عنوين كيف دارك عنوان في الصورة المصغرة لما تجي تلاحظ الفيديو بيكون عصورة بصغرة بضع فيها عنوان عنوان في العنوان المعروف عنوان في الهاشتاك عنوان في الكلمات المفتاحية أربع عنوين بستخدم أربع عنوين للمحتوى وهذا بنتعلمه طبعا يا شباب العنوين لها خصائص كيف يكون عنوان أتجذب هذا إن شاء الله المحاضرة الثامنة بعملها محاضرة كاملة بس كيف تختار عنوان جذب تريد زيادة مشاهدات الأنوان بك تجعل الأنوان عرفت أين السيد؟ هذا زيادة مشاهدات زيادة مشاهدات مشاهدات العنوان هو اللي بيرفتك العنوان هو أول ما ينظر إليه المتابع العنوان هو الواجهة الخاصة بالمحتوى تبعه هو الواجهة يعني مثل ما نجي نقول الكتاب الكتاب لديه غلاف صح؟ أنا يعني بقذر أني أقرأ هذا الكتاب ولا لا؟ من كلان المشاهدتي للغلاف الخاص فيه إذا كان الغلاف جذب أنا بعمل قراءة للكتاب إذا كان الغلاف أي كلام حتى وإن كان المحتوى اللي موجود داخل الكتاب يعني محتوى غير جودة ضعيفة جدا أنا من خلال الغلاف بقرأ الكتاب يعني بطل على المحتوى الموجود داخل فعلشان كذا لو تريد زيادة مشاهدة تركزيلي على العنوان العنوان علشان كذا بعملها محاضرة كاملة لأنها بترفع لك المشاهدات عندك ممكن أنك توصل إلى آلاف المشاهدات من خلال العنوان فقر أوكي يا شباب طبعا للعنوين مميزات وخصائص كيف تضع كلمات مستحية كيف تختار العنوان للعنوان أنواع مشلع واحد أنواع كثيرة جدا في عناوين خاصة بالحملات التسويقية في عناوين خاصة بالمجال البيع يعني حملات تسويقية لما تستكتب أعضاء حملات تسويقية لما تبيع منتجات لا عنوين خاصة كل قسم له عنوين خاصة هذا إن شاء الله بعمل لها محاضرة كاملة اللي هي المحاضرة الثامنة إن شاء الله أوكي يا شباب طيب إذن هذا النوع الأول من المكونات العامة للمحتوى ركز بعمل لك مراجعة سرعة علشان تركز معي قلنا أول خطوة علشان نكتب محتوى نحدد نوع المحتوى إما يكون حسب وسائط نصي مرئي سمعيها نصي مرئي ها وبعدين قلنا مدمج يعني يال 2 وبعدين قلنا سمعي أوكي حسب الهدف إما تعليمي تسويقي ما علينا من الخط ركزوا يا شباب ركزوا في المعلومات أوكي تسويقي قلنا ترفيهي تمام بعدين في معنى النوع رقم أربعة اللي هو إلهام وفي معنى النوع الأخير أني بيكون خلونا نغش سبحان الله قدر بالله نسينا قلنا خلاص قد ذكرناها أضل ترفيهي ترفيهي مذكور تسويقي مذكور إلهام مذكور تفاعلي أوكي إذن هذا الخطوة الأولى بنحدد جمهور كبار صغار متوسطين المهم طيب يا شباب رقم اثنين أو باء المكون الثاني العام الموجود في أي محتوى أنه المقدمة أكثر ما راح أشرح لك اليوم هي المقدمة أكثر ما راح أشرح لك اليوم هي المقدمة كيف تكتب مقدمة احترافية كيف تكتب مقدمة طبعا يا شباب أنا أول ما شفت العنوان الخاص فيك ببغط أشاهد الفيديو الخاص بك أو ببغط أشاهد المنشور الخاص بك طيب أنا أول شيء أيشاني بيحدد أني أستمر لمشاهدة المحتوى الخاص بك أو لقراءة المحتوى الخاص بك أو أني أتوقف ما هو المعيير اللي بيخليني أكمل أو أتوقف المقدمة المقدمة إذا شفت أن المقدمة جذابة وملفتة وموجود فيها المشكلة اللي أنا ببحث على حل لها أنا بكمل مشاهدة الفيديو إذا شفت أن المقدمة ركيكة أنا بتوقف وأعمل إغلاق بالفيديو تبعك وشوف فيديو آخر أوكي يا شباب علشان كذا الآن كيف تكتب مقدمة جذابة في معنى عدة خطوات علشان تكتب مقدمة جذابة أول شيء في معنى كم خطوات يا شباب كم معنى خطوات علشان تكتب مقدمة جذابة اللي هو أربع خطوات علشان تكتب مقدمة جذابة في معك أربع خطوات أو خلينا نجي نقول خمس خطوات المهم ما علينا ركز معي علشان تكتب مقدمة جذابة أولا ابدأ بجملة قوية ابدأ بجملة ممكن اللون الأفمر ما بيكون واضح ابدأ بجملة قوية كيف أبدأ بجملة قوية بجيب لك مثال في المقدمة لابد أنك تبدأ بجملة تلفت جمهورك خلي جمهورك إما يستمر معك أو لا جملة إما تثير الفضل لدى هذا الشخص مثلا خلينا أجيب لك مثال السر اللي خلاني أبدع في كتا هذا مثال السر اللي شوف هذا الكلمة لفتت انتباهي أريد أعرف أنا ما هو السر السر اللي خلاني خلاني مذهول من كذا كذا وتكتب العنوان شوف هذه مقدمة وكاشفة طيب كذلك لن تصدق ما حصل كذا كذا ها بدأت الآن بجملة قوية جعلتك تلتفت لم تصدق يعني أثرت الفضول لديك لن تصدق بأن أكمل أكتب العنوان الخاص فيك السر اللي خلاني مذهول في كذا السر اللي جعلني أحبب نجاحات السر اللي لن يخبرك به أحد لفتت أنا انتباهك انتباهك وأثرت الفضول لديك إذن هذه أول خطوة علشان تكون مقدمة جذابة أبدأ بجملة قوية أبدأ بجملة قوية طيب رقم اثنين علشان تكون مقدمتك جذابة ابدأ بجملة قوية قلنا أو اطرح أسئلة قدم أسئلة اطرح أسئلة كيف يعني أطرح أسئلة الأسئلة هذه لابد أنك تذكر فيها المشاكل اللي بعاني منها جمهورك ارجع لبداية الفيديو هذا نفسه هذا الفيديو نفسي شوف كيف كانت المقدمة أنا ذكرت لك أسئلة صح؟ هل تعاني؟ قلت لك إذا هل تعاني من قلة المشاهدات؟ هل بتواجه صعوبة في إنشاء محتوى؟ هل شوف بديها على شكل السؤال؟ في نفس اللحظة في السؤال نفسه السؤال عبارة عن يعبر عن مشكلتك أنت يعبر عن مشكلتك شوف لفت انتباعك علشان تكمن معي الفيديو وكي يا شباب الله أسردكم طيب مثلا هل تبحث عن ها مثلا السؤال هل تبحث هل تبحث عن حل لمشكلة كذلك أتذكر نوع المشكلة؟ هل تبحث عن السر؟ هل تبحث عن زيادة مشاهدات؟ هل 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 أوكي ببدأ لسؤال أو مثلا ما هي أفضل طريقة للحصول على مكمل الأنوان الخاص لك؟ ما هي أفضل طريقة؟ شوف هذه مجرد أمثلة ما هي أفضل طريقة للتخلص من الوزن مثلا ما هي أفضل طريقة لزيادة المشاهدات؟ ما هي أفضل طريقة للحصول على ألف متابع؟ ما هي أفضل طريقة لإختصار؟ كذا كذا أوكي يا شباب شوف بدأت بأسئلة تذكر الأسئلة وما هي المشاكل اللي بيعاني منها جمهورك أو ما هي الحلول اللي رح أنت تقدمها في هذا الفيديو أولا صيغها على سكل على شكل أيش مشاكل أوكي رقم ثلاثة علشان تكون مقدمة قوية استقدم قصة استخدم قصة استخدم قصة ها علشان تلفت الشخص ويكمل معك طبعا يا شباب يا شباب يا شباب خوارزميات المنصات مثلا خوارزمية اليوتيوب مثلا خوارزمية التيكتوب مثلا خوارزمية الانستجرام مثلا خوارزمية الفيسبوب على إيش بتركز بتركز المشاهد كم قضى وقت في متابعة الفيديو الخاص بك كم قضى وقت على صفحتك إذا لاحظت أنه هذا العضو أو هذا المتابع قضى وقت أكثر من ثلاثين ثانية في المحتوى الخاص بك بتبدأ هي تروج محتوىك بدون ما تنفق والعريال واحد شبت إيش السر السر المقدمة المقدمة تكون مختصرة ثلاثين ثانية طيب مقدمتك هي اللي بتخلي الشخص يعني معجب بمحتوىك فلو نجي لاحظ أنه أغلب المحتوات اللي احنا بنكتبها خالية من هذه المميزات يا شباب علشان كده ما بتحقق يقول نجاحة طيب إذن قلنا استخدم قصة كيف يعني قصة استخدم قصة مثلا لقد عانيت من كذا كذا وذكر أنت أيش المشاكل يعني حاول قدر الإمكانك تذكر أنت القصة اللي مريت بها ما هي المشكلة اللي مريت بها أنا مثلا بجي أقول لقد عانيت من كتابة المحتوى وواجهت صعوبة في بداية انطلاقتي في إنشاء المحتوى وعندما بدأ وتبدأ تذكرهم قصتك فالناس سبحان الله عندما تستمع للقصة ما بتشعر بالوقت ما بتدري لو قضت عندك أكثر من ثلاثين ثانية أكثر من دقيقة واحدة وكي شباب استخدم قصة مثلا لقد عانيت لقد عانيت هل يبجرد أمثلة هنا لك آلاف الأمثلة علشان كذا أنا ما بتدخل تفاصيل 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 كثيرة جدا لو طبقت الخطوات اللي بذكرها لك اليوم في هذه الفيديو حتخرج بنتائج مذهلة حتخرج بنتائج مذهلة وكي طيب كذلك مثلا عندما تستخدم قصة تقول تخيل لو أنك خيل لو أنك عملت كذا 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 وسوّت كذا 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 هتكون انت تجي كذا كذا ها جبت لها القصة ولفت انتباهها لفت انتباهها وكي شباب بمجرد أن استخدمت قصة في المقدمة كيف تكون مقدمتك جدا الآن بقولك كيف تكون مقدمتك جدا طيب كيف تكون مقدمتك جدا أفضل طريقة الآن استخدمي يا شباب خطوات تعمل لكم هوك ايش معنى هوك اللي هوك أنك تجذب الشفس تجذب الشفس لإكمال الفيديو والله سعيدكم طيب مثلا في ذكر إحصائية أو أرقام ابدأ بذكر إحصائية أو أرقام كيف يعني بجيب لك مثلا عني إحصائية أو أرقام أو أرقام كيف يعني إذكر إحصائية أو أرقام مثلا خلينا نجي أقول هل تعلم أن أغلب شوف إحصائية عملت الآن إحصائية أن أغلب الأشخاص أو منشي المحتوى يواجهوا صعوبة في كتابة المحتوى هل تعلم أن 80% أنا شوف إرجع لبداية المقدمة في هذا الفيديو أنا قلت 90% من منشي المحتوى يواجهون أخطاء في كتابة المحتوى أرقام بكرت أرقام لفت انتباعك عملت إحصائية عملت لك مقارنة جبت لك لسبة وتناسب 90% أغلب الأشخاص بيواجهوا مشكلة في كتابة كتابة وكي يا شباب طيب جميل جدا إذن بتذكر إحصائيات وأرقام كيف يعني إحصائيات وأرقام مثلا هل تعلم أن وذكر رقم هل تعلم أو مثلا 5% من منشي المحتوى من يعملون بطريقة صحية 5% ذكرت رقمها هل تعلم أن شفت يا شباب كيف تكون مقدمتك جدابة ابتعدوا عن مقدمات طبعا هذه يا الشباب الأساسيات بدون ما تستخدم ذك يا صنع لو مشيت بها والله هتحقق نجاحات مبهرة هل تعلم أن أو مثلا ما جميل لك قلنا لك المثال الثاني 50% من منشي المحتوى أو 70% أو 80% بتغير هذا الردم على حسب ما أنت تريد 50% من وكمل الأهان عرفنا كيف مجذب انتباه القارق كيف مجذب انتباه القارق بدأنا بجملة قوية طيب كذلك في المقدمة ها احنا قلنا المقدمة أبي واحد ألي وألف هبي المقدمة طيب شنو جدان الآن تحدد مشكلة تواجه القارق كذلك ممكن أنك في البداية في بداية المقدمة أنك تحدد المشكلة اللي بتواجه الشخص تحدد المشكلة أنا الآن بدخل على اليوتيوب ليش بدخل على اليوتيوب أبحث عن حل أنا أعاني إما من مشكلة معينة وأنا دخلت إما أني أتعلم مشكلة عندي أني أريد أتعلم هذه النقطة اللي أنا مش فاهمها صح؟ فلما نبدأ أفتح الفيديو الأول إذا الشخص وجدت تتكلم في الثلاثين الدقاء الثانية الأولى عن المشكلة اللي أنا أبحث عن حل لها بكمل متابعة الفيديو إذا ما تحدث عن هذه النقطة بوقف الفيديو وأشوف فيديو ثاني شف فعلشان كده أنت حاول قدر الإمكان في المقدمة أنك تذكر المشكلة اللي بيعاني منها جمهورك اللي بيعاني منها جمهورك واللي بيكون الفيديو الخاص بك إذا رأى أن حل هذه المشكلة كالسباب؟ تحدد المشكلة طهيب وإحنا عارفين كيف تحدد المشكلة مثلا هل تعاني من كده؟ المشكلة تحددها إما بصيغة سؤال أو تحددها بشكل عادي وطبيعي يعني مش مشكلة أو مثلا جي تقولها تريد تتعلم كده كده تريد تسوي كده كده تريد تفهم كده كده وكي شباب؟ يعني بتصيغها على شكل سؤال وأنا ذكرت للقابلة السوائية كيف تطرح الأسئلة هل تبحث عنه؟ تريد تعمل كده؟ هل 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 وكي شباب؟ جميل جدا آه طيب حتى مثلا كيف تجيب المشكلة؟ ممكن أنك تحدد لها المشكلة على شكل قصة قصتك أنت تقول أنا عانيت من وتذكر لقصتك عانيت من كده كده وتذكر لقصتك وبعدين تقدم قصتك كأنها حل وتقول إذا تريد حل لهذه المشكلة تعبع معي هذا الفيديو اللي هو القطوة اللي بعدها اتخاذ إجراء تيجعل الشخص يتخذ إجراء فإذا أنت الآن كلمت عن المشكلة الآن قل لي إذا تريد أنك تتعلم كيف تكتب محتوى احترافي شوفوا الآن أنا عرفت إيش المشاكل اللي بتواجهكم علشان كده أنا أبا أقول لك إذا تريد فعلا أنك تتعلم كيف تكتب محتوى احترافي ابدأ بمشاهدة هذا الفيديو خطوة خطوة جعلتك تتخذ إجراء يعني كمل المشاهدة اتخاذ إجراء اتخاذ إجراء وكيشبه اتخاذ إجراء طيب إذا عرفنا المراجعة الآن سريعة قلنا علشان أكتب محتوى بشكل احترافي أو الخطوة أحددناه على المحتوى يكون حسب الهدف إما نصي أو مري أو دمج أو سمعي رقم اثنين أنه حسب الوساط بعدين حسب الهدف تعليمي تسويقي ترفيه إلهام تفاعلي بعدين انتقلنا حسب الجمهور إما كبير صغير متوسط وبعدين انتقلنا الخطوة الثانية من خطوات كتابة المحتوى أنه أحدد مكونات المحتوى من أيش يتكون المحتوى قلنا أول مكون في معنى مكونات عامة موجودة في كل أنواع المحتوى سواء محتوى تعليمي سواء محتوى تسويقي سواء محتوى تفاعلي سواء محتوى إلهامي أو المهم بعدين في معنى المحتوى التعليمي له مكونات خاصة المحتوى التفاعلي له مكونات خاصة المحتوى الإلهامي له مكونات خاصة يا شباب هذا بنجي لبعد شوية أولا نذكر المكونات العامة قلنا المكونات العامة أي محتوى لا بد أنه يتكون من عنوان هذا ألف العناوين قلنا العناوين هذه أنا ما تكلمت عنها لأنه بنعملها محاضرة كاملة متكاملة ونعرف أنواع العناوين ونكتب العناوين بطريقة احترافية رقم اثنين نتقلنا إلى المقدمة كيف تكتب مقدمة بطريقة احترافية وعرفنا استراتيجيات كيف تكون مقدمتك احترافية عبارة عن خطوة ثنتين ثلاث أربع خمس ست خطوات في المقدمة علشان تكون احترافية لابد طبعا يا شباب عادي لو استخدمت واحدة من هذه الست الخطوات ما في مانع لكن لو تريد تكون مقدمتك احترافية حاول أنك تدمج بين الست الخطوات وتذكر جميع الست الخطوات وهذا الطريقة إن شاء الله رفتكون مقدمتك احترافية بشكل فوق ما تتصور إذن المكونة الأولى العنوان والمكونة الثانية المقدمة خلاص عرفنا كيف الآن مكونة عامة عنوان مقدمة رقم ثلاثة هيكل ها الهيكل الهيكل جيب ورقة جديدة أستاذ باكر جيب ورقة جديدة رقم ثلاثة المكونة الثالث ها مكونات المحتوى مكونات عامة للمحتوى أوكي قلنا رقم ثلاثة الهيكل كيف يعني الهيكل كيف يعني الهيكل يا أستر باكر بين قوسين المحاور يعني أنا الآن ببدأ أقسم المحتوى الخاص في لي سواء كان محتواك فيديو قسمي إلى محاور أنا الآن مثلا هاركز معي محاور الفيديو هذا إيش قلت لك محورين كلمتك في البداية صح؟ رح نتكلم في المحور الأول على أنه كيف تكتب أنت محتوى صح؟ كيف تكتب أنت أنت اللي بتشاهد لي كيف تكتب محتوى بعدين المحور الثاني كيف تجعل ذلك الأصناع يكتب لك محتوى صح؟ محورين إذن الهيكل محاور محاور عام كل محور لا ها كل محور يا شبك طيب في نقطة ننسيت ما ذكرتها قلنا العنوان بيزيدنا المشاهدات صح؟ قلنا العنوان زيادة مشاهدة طيب المقدمة زيادة مشتركين زيادة مشتركين وانتشار أكثر أكثر أنا مباشرة مجرد أني أشوف مقدمتك لائعة بعمل لك لايك وعندما عملت لايك يعني الفيديو الخاص بك انت شار بشكل كبير كيف؟ الله يسعدكم طيب ما راح أقول لك عمل لي لايك الله يسعدك طيب الفعض يقول يا سيد ذكر إيش مثل المه يعني نعمل لك لايك لا تعمل لي لايك الله يسعدك أقلمهم منك تتعلم وتخرج بفائدة هذا اللي يهمني طيب يا شبك الآن رقم ثلاثة ليه الهيكل أو المحاور كيف يعني هيكل أو المحاور الهيكل يعني تبدأ تقسم الفيديو الخاص بك يعني مثلا أنا الفيديو ممكنني أتكلم على أكثر من نقطة أبدأ لأن أقسمها المحور الأول بتكلم على النقطة الفلانية المحور الثاني بتكلم على النقطة الفلانية المحور الثالث بتكلم على النقطة الفلانية يا سلام بدأت أقسم وأرتب أموري بطريقة اخترافية أوكي شباب طبعا الاصطناعي بشكل احترافي عرفت ليش السر ما بتفصل على نتائج من الذكاء الاصطناعي لما تقول له اكتب لي محتوى ما بيجيب لك نتائج روعة لأن هذا المحور بالتحديد لن يساعدك فيها الذكاء الاصطناعي بشكل مثل ما أنت تريد ممكن يساعدك بس مش بس الشكل اللي أنت تطلب أو بالشكل اللي أنت تريد لن يساعدك بتلك الطريقة فعلشان كذا كيف من هو اللي راح يساعدك أنت اللي راح يساعدك كيف يا سيد باكر أنا شرحت في محاضرة اللي المحاضرة الرابعة الجزء أو اقصط المحاضرة الخامسة الجزء الثاني من وين تجد أفكار لمحتوىك اللهم أبلغ والله إني تكلمت محاضرة كاملة كيف تجد أفكار لمحتوىك يعني كيف تجد محاور لمحتوىك هذا هو معناها كيف تجد أفكار لمحتوىك يعني ما هي المحاورة اللي راح تتكلم فيها في المنشورة الخاصبة ما هي المحاورة اللي أنت راح تتكلم فيها في الفيديو الخاصبة والله محاضرة كاملة وتكلمنا على أدوات الذكر الاصطناعي وتكلمنا على أمازون وكتب أمازون وكيف تحصل على محاور مش موجودة حتى عند منافسي يعني راح تقدم محتوى مش موجودة عند غيرك أنت أني قدمت هذا المحتوى بطريقة أفتراثية أوكي شباب يعني لن نساعدك في هذا الذكر الاصطناعي بشكل مطلوب أوكي هلاص طيب أنا الآن الهيكل بقسمة إلى إيش إلى فقرات طيب أنا الآن قسمت شو فيه شباب ممكن المحور الأول الواحد يتكون من أكثر من فقر ممكن المحتوى شوفوا أول شيء بنسمي إلى محاور المحور الأول مثلا الكتاب لما نجي تفتح الكتاب في معك الفصل الأول صح داخل الفصل الأول أكثر من درس اعتبر الفصل الأول هو المحور هو الهيكل واعتبر الدرس هو عبارة عن فقرة يعني فقرات تبدأ تقسمها حتى لو كان محتوىك بسيط طيب يا شباب بالنسبة للمحتوى التسويقي يا أستاذ باكر أفضل محتوى التسويقي بيكون عبارة مثلا إذا كان نصي بيكون ثلاثة أسطر هذا أفضل محتوى التسويقي لازم عن ثلاثة أسطر هل ممكن نحن منذكر كل هذا التفاصل اللي أنت ذكرتها؟ أيوة أيوة في ثلاثة أسطر تذكر هذه الأشياء بس بطريقة احترافية بعلما كيف بالذكرات طمعين كاي شباب إذا انت رجعت باسمها إلى فقرات جميل جدا طبعا كل فقرة لها عنوان ها 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 اللي بيقول فقط يستخدم عنوان واحد بإمكانك أنك تستخدم داخل الفيديو الواحدة أو المحتوى الواحد أكثر من عنوان عنوان رئيسي وعناوين فرعية عنوان رئيسي وعناوين فرعية كل هيكل أو كل فقرة أو كل محور له عنوان فرعية طيب يا شباب كيف؟ أوكي هنجي لا لما نطبق تطبيق عملية الآن اشرح لك كلام نظري فقط أوكي شباب طيب جميل جدا النوع الرابع من مكونات المحتوى العامة أعمل لك مراجعة أنا ما بنتقلك إلى نقطة لو بذيت بعملك مراجعة للسبقاء تكلمنا أول مكونة ليهم مكونات عامة ومكونات خاصة من الآن في المكونات العامة قلنا المكونات العامة أولا العنوان رقم اثنين المقدمة تكلمنا كيف تكون مقدمتك جبابة رقم ثلاثة ليكل اللي لسا الآن بكرته ورقم أربعة بنتتكلم الآن المحتوى وهو الجوهر هو الجوهر المحتوى هو اللي بيعرف بيحلل المشكلة اللي أنا أواجهها أيش المحتوى مش قلنا بنقسم إلى فقرات الفقرة كل فقرة قبل شوية أنا قلت لك كل فقرة معها عنوان صح؟ لكن تلقى قبل شوية كل فقرة لديها عنوان صح؟ طيب أنا الآن ذكرت العنوان أيش موجود داخل الفقرة محتوى كل فقرة داخلها محتوى كل فقرة داخلها محتوى كل فقرة داخلها محتوى ذكررها عشر مرات كل فقرة داخلها محتوى هل المحتوى هذا يبسط بالمحتوى هو النص الموجود داخل المحتوى الخاص فيني كامل هو النص الموجود في الداخل غير المقدمة المقدمة ما لها دخل المقدمة اللي داخلها يعتبر محتوى اللي داخلها اللي ذكرت لكم الأنواع هذه يعتبر محتوى يعتبر محتوى هذا محتوى هذا محتوى هذا محتوى هذا محتوى كامل حق المقدمة أوكي شباب الآن لما ذكرت لك المحتوى في معك محتوى داخل يعني مثلا مش أنت في المقدمة ذكرت هل تعاني من المشاكلة الفلانية وذكرت مقدمة وذكرت المشاكل الخاصة بالجمهور الخاص بكس طيب أين الحل لهذه المشكلة؟ في المحتوى في المحتوى في المحتوى يعني هو الجوهر اللي يبحث عنها الجمهور أنا بشاهد الفيديو الخاص بك من أجل أني أشاهد هذا النقطة من أجل أني أشاهد هذه النقطة رقم أربعة أو خمسة وهو النوع الأخير من المكونات العامة الثاتمة خاتمة خلاص الآن أنا ذكر بدأت أولا بعنوان وبدأت بمقدمة وتكلمت على المقدمة وبعدين قسمنا المحتوى إلى هياكل ومحاور بعدين انتقلنا إلى المحتوى الموجود داخل كل محور أوكي يا شباب الآن باختم الفيديو أو باختم المحتوى الخاص بني أو باختم المنشور الخاص بني كيف تكون الخاتمة؟ الخاتمة إما أنك تلخص أهم الدروس اللي تكلمت عنها في المحتوى الخاص بك يعني تلخيص تلخيص لما تم أخذه تعمل لهم قبل ما تكمل الفيديو تلخيص تقول احنا تكلمنا اليوم على واحد ثلاثة احنا تعمل لهم رفيو أو مراجعة شف سريع رقم اثنين في الخاتمة ممكن الخاتمة أنها تحتوي على أيش مثلا نصائح أنت الآن ذكرت لهم أيش المشاكل وديت لهم الحل والآن بتعطيهم في الخاتمة نصائح حاول قدر الإمكان أنك تتجنب كذا كذا إذا كنت بتتكلم على محتوى يا شباب مثلا خلنا نجي نقول محتوى منتجات طبيعية أو بتتكلم على محتوى غذاء طبيعي صح ولا لا؟ بتتكلمهم ما هي المشاكل والأسباب اللي أدت إلى هذه المشكلة صحية كي شباب بعدين بتتكلمهم عن الحل بعدين بتعطيهم نصائح حاول قدر الإمكان أنك تنام مبكر حاول قدر الإمكان أنك تعمل كذا كذا تعطيهم نصائح في الخاتمة وين النصائح بالجي؟ طبعا حتى ممكن نصائح تعملها داخل المحتوى نفسه داخل المحتوى نفسه والشرط تكون حتى في الخاتمة بس الأفضل أنها تكون في الخاتمة هذا المكان الأفضل لها وأخيرا الخاتمة لابد أن تجعلهم يتخذوا إجراء اتخاذ إجراء يعني اتخاذ إجراء أحنا أين أخذنا هذا الموضوع؟ قبل شوي عرض إحنا أخذنا وين أخذنا وين أخذنا وين أخذنا وين أخذنا؟ ها شباب ها شباب ها شباب ركز معي أخذنا قبل شوي قبل شوي قبل شوي أخذنا اتخاذ إجراء في المقدمة صح؟ يسقلنا علشان تكون مقدمتك جدابة يجعلهم يتخذوا إجراء يلا كمل معي مشاهدة الفيديو على شأن تتعرف اتخاذ إجراصة طيب اتخاذ إجراء في الخاتمة إذا أعجبك الفيديو طبعاً يسبب هذه الطريقة خاطئة هذه الطريقة خاطئة عندما تقول له لو سمحت أعمل لي اشتراك أو يعمل لي لايك طبعاً كيف اتخاذ إجراء اتخاذ إجراء تجعله يتشوق للفيديو القادم تجعله يتشوق للمحتوى القادم أو مثلاً اتخاذ إجراء تقول له إذا حابب أنك تتعرف على المزيد والمزيد بإمكانك أنك تدخل على قناتي ورح تلقى فيها واحد من تلافك. جعلتها الآن يتخذ إجراء. إيش معنى يتخذ إجراء؟ أنه أنت الآن حولت العميل أو الجمهور المستهدف إلى أنه يتابع المزيد من محتوىك. لكن بطريقة تكية. مش بطريقة أنك تترجاه. هل في يوم من الأيام أنك ترجيتك أنك تعمل لي لايت؟ بذن. آبذن اتخذ إجراء. أوكي يا شباب. طيب. الآن درسنا كيف نكتب محتوى إحنا أصلا. طيب يا أستاذ باكر الآن كيف نتكلم مع الذكاء الاصطناعي؟ المحور الثاني. كيف نتكلم مع البكاء الاصطناعي؟ هذا المحور الثاني يا شباب. ركز معي. ركز معي. إيش رايكو أعملكم الآن مراجعة سريعة؟ إيش رايكم؟ بعدين نتقل إلى أنه كيف نتكلم مع الذكاء الاصطناعي؟ طيب خلينا عمل لك مراجعة. مراجعة سريعة جدا 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 جدا. علشان تمشي أنت مع البيكال الاصطناعي بالطريقية الترافية بعمل لك مراجعة سريعة لا تستعجل في أشخاص لا تزالوا لحد الآن مكملين معي في الفيديو فلقوا مني ألف الشوق هؤلاء فعلا أشخاص يريد أنهم يتعلموا هؤلاء فعلا أشخاص يريد أنهم ينجحوا وفي أشخاص راحوا على المسخ وبوك الله يسألكم ووقتهم مشغول وما يريد أنه يضيع وقته أنه يتعلم هذه الأشياء فعنده أشياء أهم طيب إذا تكلمنا على أنواع المحتوى قلنا أولا الوسائط نصي مرئي مدومي سامحي بعدين تكلمنا حسب الهدف تعليمي تسويقي ترفيه إلعام تفاعلي بعدين أنك تحدد جمهورك المستهدف صغير شباب كبير نتقلنا بعدها إلى الخطوة الثالية أميهي بعدها مباشرة وتكلمنا على خطوات كيف تكتب محتوى علشان تكتب محتوى علشان تكتب محتوى بطريقة احترافية أول نحدد نوع المحتوى كيف أحدد نوع المحتوى؟ أحدد من أما يكون نصي أو يكون تعليمي أقصط نصي أو مريء أو مدمج إذن أحدد حسب الوسائط بعدين حسب الهدف تعليمي تسويقي ترفيه إلعام تفاعلي بعدين أبدأ أتعرف على حسب الجمهور والنقطة الثانية علشان تكتب محتوى بطريقة احترافية ما هي المكونات؟ كل محتوى له مكونات في معاك مكونات للمحتوى التعليمي معاك مكونات للمحتوى التسويقي معاك مكونات للمحتوى الترفيهي والمقدمة وبعدين انتقلنا إلى الهيكل وبعدين المحتوى وبعدين الخاتمة أكيد يا شباب الله يسعده بيمكنك أنك تأخذ دفر وقلم إذا شفت أني أتكلم سريع أنا أتكلم سريع علشان المعلومات كثيرة والتطبيق العاملي بيكون سهل جدا وممتع فعلشان كذا خلاص أوكي أظن مع أن نحتاج مراجعة خذ رقطة شاشة أو يقرأها بشكل سريع وقف الفيديو وقرأها وبعدين كملنا الآن خليني الآن ننتقل إلى أنه كيف نتكلم الآن مع الذكاء الاصطناعي وين رحت المصدر الآن إحنا بنحتاج المصدر ركز معي ركز معي ها شباب الله يسعلكم بقسم الآن أنا الورقة إلى قسمين علشان أعلمك كيف تتكلم أنت مع الذكاء الاصطناعي أوكي جميل جدا طيب إحنا قلنا في معنى محتوى نصي في معنى محتوى مرئي في معنى محتوى مدمج وفي معنى محتوى سمعي صح نصي مرئي مدمج سمعي شوف 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 كيف بعلمك كيف تتكلم أنت مع الذك الاصطناعي خبرتك صفر بعلمك بعدين انتقلنا طبعا يا شباب هذا هو الأب بالنسبة للمحتويات الثانية حسب الهدف يعتبر الأبناء وبالنسبة حسب الجمهور يعتبر أبناء الأبناء كه بقولك ليش لأنه شوف يعني الذكاء الاصطناعي عبارة عن شبكات عصبية كيف تتعامل معها وكيف تفهم الخوار زميه والله لو مشيت معي الآن خطوة خطوة حتشوف أنه فيه نتائج وحتدعيلي وأنا متأكد كه طيب في معنى هنا تعليمي خلونا الآن ناخد محتوى التعليمي هذا الصفحة كامل للمحتوى التعليمي أو للمحتوى التعليمي للمحتوى التعليمي أولا في معنى هنا إيش قلنا النوع الثاني النوع الثاني النوع الثاني هاشبك تسويقي كت ونعمل لها تصدير فايت وإيش قلنا ها شوف الآن كيف تكتب للبكرة الصناعي الآن مثلا محتوى رصي أو تعليمي التسويقي خلنا نفتبهم كلهم في سط واحد تسويقي خلنا نعتبرها في نفس السط وبعدين نقولنا ترفيه أو خلنا على المحتوى التعليمي كيف أنا راح أروح أقول لبكة الاصطناعي طبعا يا شباب أنا لما أبدأ أتكلم مع الذكاء الاصطناعي في مري عدة طرق أولا الذكاء الاصطناعي أولا لابد أن أنا أضع في تفكيري وفي عقلي أن الذكاء الاصطناعي راح يجاوب على أي سؤال أنا بسأله أي سؤال بس أنا راح يجاوب على الذكاء الاصطناعي فمثلا إحنا في معنى أول شيء بستخدم مع الذكاء الاصطناعي أسلوب الأمر فأنا بروح أقول له اكتب لي اعمل لي سوي لي بس الأفضل أنك تتكلم مع ذكاء الاصطناعي بلغة مفهومة وبسيطة فمثلا أروح أقول له ذكاء الاصطناعي اكتب لي محتوى اكتب لي محتوى أول شي حدد كيف أكتب محتوى حدد نوع المحتوى حسب الوساط يعني أولا الخطوة ألف أختار واحد من أولى الأربعة إما نصي أو مرئي أو مدمج أو سمعي إيش بتختار أنت؟ إيش بتختار أنت؟ نصي أكتبني محتوى نصي هذا الخطوة الأولى ها يا السلام طبقناها الآن شوف كيف أتكلم مع ذاك الاصطناعي تريد نتائج قوية الذاك الاصطناعي عندما جيت قوله اكتب لي محتوى نصي وبس بيجيب لك محتوى نصي بس بيكون يعني للجمهور العام ما بيكون لجمهورك المحدد بس لما أنت تمشي بهذه الخطوات هيكون محتوىك مضبوط مئة بالمئة طيب الخطوة الثانية حسب الهدف إيش أنا أريد؟ إيش المحتوى اللي أريده؟ هل المحتوى اللي أريده تعليمي؟ هل المحتوى اللي أريده تسويقي؟ هل المحتوى اللي أريد ترفيهي؟ هل المحتوى اللي أريد إلهام؟ أم تفاعلي؟ أش أنا أريد من المحتوى؟ أريد أسوي محتوى الآن في البداية التعليمي إذن بروح أقول له اكتب لي محتوى نصي الهدف منه ها 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 الهدف منه أو محتوى نصي تعليمي ينفع ينفع الهدف منه منه تعليم الجمهور أو زيادة الوعي أي أسلوب أن تريد الهدف منه زيادة الوعي أو اكتب لي محتوى نصي الهدف منه أو محتوى نصي تعليمي ينفع الهدف منه تعليم الجمهور وتثقيفهم تعليم الجمهور يعيش لأن المحتوى أنا اخترت هذا النوع طيب لو أنا اختاره منه التسويقي أو بروح أقول له اكتب لي محتوى نصي لبيع منتج أو مثلا اكتب لي محتوى نصي تسويقي ينفع والأفضل أنك تكتب له الأفضل أنك تكتب له اكتب لي محتوى أنا الآن بأسلوب الأمر بكلم الذكاء الاصطناعية بأسلوب الأمر اكتب لي محتوى نصي تسويقي حدد حسب الهدف أو أقصد حسب الوساط اللي هو نصي رقم الثانيين حددت حسب الهدف اللي هو تسويقي أوكي يا شباب طيب اكتب لي محتوى نصي تسويقي لجمهور الجمهور هم ها أروح أقول لها الجمهور هم شوفوا يا شباب هذا الآن التعامل اللي أنا الآن أعلمك فيه مثل ما نجي نقول مثل ما أعلمك آلف ذا يعني تعامل قديم بس أنا بذكره لك لأني بمشي على عقليتك بوصلك لمرحلة لأنك تتكلم أنت مع الذكاء الاصطناعي بطريقة احترافية فيه أشخاص الآن بيتابعونا وضع والله مجهور منهم يقول يا أستاذ باكر هذا الطريقة القديمة أيوة أنا عارف أني قديمة أنا عارف أن هذا الأسلوب للتخاطر مع ذك الاصطناعي القديم بس هذه أساسيات فيه طريقة احترافية أنا قادر الآن أجيب لك الطريقة الاحترافية بس والله رح تتعقد وتقفل الفيديو وخلاص وتزعن بس أنا ماشي معك خطوة خطوة طيب أنا رح أقول للجمهور المستهدف الجمهور حالة زناف المحاضرة الأولى في كتابة المحتوى الجمهور المستهدف هم هم ها وابدأ أذكر لمن هم جمهوري الخطوة الثالفة خطوة كتابة المحتوى حدد الجمهور المستهدف هم الأطفال وابدأ أذكر اهتمامات جمهوري محاضرة كاملة كيف تحدد جمهورك المستهدف إرجع لها ولخصها الجمهور المستهدف هم أولا أبدأ أقول له الرجال أو النساء أو الرجال والنساء في نفس اللحظة إذا كان الرجال والنساء ما أحدد له خلاص هو أصلاً بيفهم الذكاء نصطناعي هو أصلاً بيفهم الذكاء نصطناعي تمام يا شباب؟ الجمهور المستهدف هم ططططط مثلاً أنا بروح أقول له منشئي المحتوى منشئي المحتوى رقم واحد هذا هو رقم واحد منشئ المحتوى رقم اثنين من الجمهور المستهدف هاك المسوّقين رقم ثلاثة أصحاب الحملات الإعلانية هم نفسهم المسوّقين وك يا شباب رقم أربعة أبدأ أحدد لمن هم جمهوري من هو الشياء اللي أنا أريد أستهدفهم بالمحتوى الخاص في لي بذكرهم له عادوا جداً طيب الآن بروح أقول له ها أنت قل للخطوة الثانية بالذكاء الاصطناعي إيش بروح أقول له وأريد العنوان يكون كذا كذا وأريد أربعة عنوين للمحتوى كم أريد عنوين؟ أريد أربعة عنوين شرط أن العنوان يبدأ بذكر لها النقاط كاملة كيس 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 مباشرةً ليش أنا الآن ما ذكرت العنوان؟ لأنه نقول سلك بأعمله محاضرة كاملة خلينا ننتقل الآن للمقدمة قلنا الأفرض أنه أنا أكلمته العنوان وكتب لي أربعة عنوين وكتب لي وأريد أو شوف دائماً الآن أستخدم الأسلوب الأول مع الذكاء الاصطناعي اللي هو أسلوب الأمر اكتب لي اعمل لي انشئ لي سوي لي أسلوب الأمر باستخدمه أوكي؟ فأنا بروح أقول له وأريد أربعة عنوين جذابة وقصيرة ها هذي بنتعلمها إن شاء الله يا شباب في المحاضرة الثامنة إن شاء الله إنه كيف نكلمه الذكاء الاصطناعي يكتب لنا عنوين جذابة أوكي يا شباب طيب وأريد أربع عنوين جذابة وقصيرة ومختصرة وكذا كذا نذكرنا خصائص العناوين طيب كذلك ويفضل أن تكون المقدمة ويفضل أو وأريد مقدمة لأننا نستخدم أسلوب الأمر وأريد المقدمة ها ها وأريد المقدمة واشو معي واشو معي أنا ما أعرف أريد المقدمة أولا تبدأ بجملة قوية تبدأ بجملة قوية أريد الجملة أو أريد المقدمة تبدأ بجملة قوية عرفت ليش الآن أنا عملت لك هذه الأساسيات؟ عرفت ليش عملت لك هذه الأساسيات؟ وكذلك وقوم أو ضع أو مثلا استأدم أو اطرح أسئلة اطرح أسئلة اطرح أسئلة في المقدمة اذكر في هذه الأسئلة كنم كنم الذكر الاصطناعي كلما حددت للذكاء الاصطناعي أيش تريد بالتحديد حيجيب لك اللي تريد قاعدة كلما كلمت بالذكاء الاصطناعي أيش تريد أنت بالتحديد حيجيب لك اللي تريد طيب كذلك أقول له استخدم قصة لو تريد أنك اسلوب هذا لو تريد اسلوب القصة أو بدل اطرح أسئلة أقول له ممكن تستخدم لي قصة أو كذلك تحديد مشكلة حدد لي المشكلة أو أنت اذكر له ها وأريد تكتب لي في المقدمة وأريد تذكر لي في المقدمة المشاكل اللي يعاني منها جمهوري المشاكل المشاكل الذي يعاني منها جمهوري المستهدف جمهوري المستهدف ها أغلب المشاكل بعض هذه المشاكل هي بعض تذكر له علشان يزيده حتى هو يجيب لك مشاكل من عندك بعض هذه المشاكل ها ببدأ أقول له واحد قلة المشاهدات أعمل علامة تنصيس يعني أضع الآن بين علامة تنصيس يعني شرطتين هذه علامة تنصيس يا شباب اللي يجيب هذا الطريقة اللي يجي هكذا هذه علامة تنصيس هكذا يعني من فوق فوق المص وكي يا شباب أروح أقول له مثلا قلة المشاهدات أذكر له أنا أساعد الذنكاء بصطناعي أنا المشاهدات أما لو قلت له أذكر لي المشاكل هيروح يجيب لك مشاكل ليس لها دخل بجمهورة علشان كذا ما حققت النتاج لأنك أصلا ما ذكرت للتفاصيل شو 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 كنت بتتكلم مع ذكر الاصطناعي من قبل بهذا الطريقة التحدى طبعا هذه طريقة مبدئية في طرق طرق متقدمة وطرق إحترافية حنتعلمها حنتعلمها حتصبح أنت بنفسك محترف بس خذ لي لقطة شاشة لهذا الورقة رجعا عشان تروح تعرف كيف تتكلم أنت مع ذكر الاصطناعي خذ لي لقطة شاشة واحد اثنين ثلاث ثه قلتي خلاص الآن هرفنا كيف نتكلم مع ذكري صناعي اكتب لي محتوى تسويقي او محتوى نصي اكتب لي محتوى مرقي او الافضل للفيديوهات لو تريد انك تكتب محتوى للفيديو الخاص بك ايش تروح تقول له اكتب لي سكريبت الفيديو سكريبت الفيديو اكتب لي سكريبت إيش معنى الإسكريبت يا شباب؟ الإسكريبت إن الفيديو بيتكون من قطع من الثانية مثلا في الدقيقة الأولى رح نتكلم على النقطة الفلانية الدقيقة الثانية رح نتكلم في النقطة الثانية أو النقطة الفلانية يعني بتقسم الفيديو إلى إسكريبتات بتقول لي أكتب لي إسكريبت لفيديو تعليمي أو لفيديو تسويقي وتبدأ تذكر نوعه ذكرنا أنه على الأول تسويقي جمهورك المستهدف منهم الأشخاص اللي بيعانوا من الصلاة الأشخاص اللي بيعانوا من كذا كذا الأشخاص اللي بيعانوا عرفنا كيف نحدد جمهورك فعلشان كذا قلت لك مع محاضرة الليلة أو محاضرة اليوم اللي هي المحاضرة السابعة مرتبطة لما سأعيد ما رح تدع إلا إذا مش يتصر أنا ماشي معك أسستك صح الآن أتكلم لو بدأت لك بهذه المحاضرة أنا كنت قادر أبدأ لكم يا شباب والله بهذه المحاضرة من أول يوم كنت قادر أبدأ لكم بالمحاضرة أولا تكون هذه لكن ما رح تستوى لني بس أنا أسستك كيف تحدد جمهورك كيف تحدد أنوا المحتوى كيف 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 من ونجد أفكار من المحتوى كيف تذكر العناوين طيب حلو جدا الآن أنا ذكرت للجمهور المستهدف طيب ننتقل للخطوة رقم ثلاثة إني كيف أتكلم مع الدكالس قمعي وين راحت يعني ببدأ وقل له محاول كملت مثلا أنا الآن ذكرت إلى المشاكل بروح أقول له هنا محاور محاور المحتوى واحد كما كذا مثلا محاور المحتوى أولا المحتوى التعليمي التعليمي حيروح يذكر لكم محتوى هو حيروح يكتب لك المحتوى تلقائي لأنك أن أين قلت لي يكتب لك المحتوى في البداية يكتب لي محتوى خلاص يعني هذا النقطة بدأنا بها في أول شيء هذا النقطة يا شباب بدأنا بها في أول شيء نحن بنقول له هنا المحتوى التعليمي الله يسعدكم طيب كملت له الآن بنت أقول لها الخاتمة بتذكر المحاور كاملة المحاورة اللي راح يستفيد منها المشاهد المحاورة اللي تقول له مثلا المحاورة اللي راح نتكلم عنها في المحتوى أو المحاورة اللي أريدك تضمنها في المحتوى اكتب لها هكذا قل لها المحاور اللي أريدك تضمنها في المحتوى الخاص بي أنت الآن بتكلم ذيك الاصطناعي واحد اثمين ثلاثة قل لها العناوين بس عليك أن تذكر لها العناوين وهو رح يصيغها لك بطريقة احترافية وجدادة وعيد يا شباب هذا نقول لها المحتوى التعليمي ونذكر لها المحاور كاملة بعدين بقول لها الخاتمة الخاتمة تكون أولا نذكر لي في الخاتمة ملحف ثريع جدا لما تم أخذه وبعدين بقول لها ضعني نصائح في الخاتمة بعدين بقول لها اتخاذ إجراء في الخاتمة كملت الباقي الذكاة الصناعية بيتكمل بيتكثل به بشكل كال الباقي اللي رح يتكثن فيه هو الذكاء الاسلامي يا شباب طيب جميل جدا إذا حابين إذا حابين ها شباب ها شباب إذا حابين أعملكم محاضرة كاملة على أنه كيف تضع هيكل للمحتوى الخاص بك اكتب لي في التعليقات هيكل وإن شاء الله بأعملكم إذا حابين أنه أعلمك كيف تكتب محتوى داخلي اكتب لي محتوى وأنا إن شاء الله بساعدكم وكي شباب أتمنى لكم التوفيق والنجاح هذه كانت مراجعة سريعة جدا وخطوات سريعة جدا وأنه كيف تكتب محتوى لو مشيت عليها أنا أوعدك إنك بإذن الله سبحانه وتعالى حتحقق مفاهدات كبيرة جدا أما بالنسبة للمحتوى الفيديو يا شباب يا شباب محتوى الفيديو بإذن الله سبحانه وتعالى حنعملنا يعني حنتعلم شوفوا يا شباب 90% عمل المحتوى عبارة عن محتوى نصتي المحتوى اللي هو في الفيديو كان نصي قبلها اللهم أنه تحول إلى تسجيل صوتي ومع بعض من التصميم أصبح فيديو تمام يا شباب فعلشان لو تعلمت أنت كيف تكتب محتوى نصي بطريقة احترافية حتكون مبدع في الحملات الإعلامية حتكون مبدع في السوشيال ميديا حتكون مبدع في كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى لو ركزتلي على المحتوى النصي المحتوى المرئي هو فقط عبارة عن محتوى نصي تم تحويله إلى تصميم بس مكونات المحتوى المرئي يا شباب عبارة عن عنصر رئيسي يعني مثلا خلينا نجي نقول في مثلا العنصر الرئيسي يأما يكون كلب أو شخص أو أي شيء المهم عنصر رئيسي اللي بيتكلم داخل الفيديو أو اللي موجود داخل الفيديو هذا يسمى عنصر رئيسي بعدين بننتقل إلى الشيء الثاني الألوان بعدين بننتقل إلى التأثيرات هذي بنتعلم هذا التصميم ما أريد أني أذكرها لك الآن أبدا اللي أريدك الآن تتعلم أنه كيف تكتب أنت كتاب المحتوى نصي المحتوى المرئي والمحتوى المدمت والله بإذن الله إذا ربي كتب لي عمره عافية حمشي معك خطوة خطوة فيه حمشي معك خطوة خطوة فيه طبعا إن شاء الله المحاضرة الثامنة حنتعلم كيف نكتب عنوين جذابه إن شاء الله بعدين ممكن إذا شفت أنتو كتبتوني في التعليقات هيكل أو محتوى علشان أعملنكم لين محاضرات بعملنكم إن شاء الله ما ننبننتقل مباشرة إلى السوشيال ميديا ننتقل نتعلم كيف تنشئ صبحة كيف تنشئ حساب كيف تعمل كيف تسوي كيف تضبط لإعدادات كيف تمشي بطريقة احترافية كيف تضع لك خطة استراتيجية على أساس أنك تبدأ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء المحتوى هذا إن شاء الله بنتعلم له مثل ما قلت لك ما راح توصل على المحاضرة العاشرة إلا وقد لديك معلومات كمها تكون طريقتك الاحترافية أمن لكم التوفيق والنجاح ربنا أحفظكم ومساعدكم شكرا لكم بحجم الأرض والسماع على هذا الإبداع وعلى هذا التفاعل وعلى هذا التألوب وعلى هذا التمييز إذا وجدت نفسك لازلت يعني لحد الآن بتستمع للمحاضرة فأنا أحييك من كل أعماق قلبي لأنك إنسان فعلا تريد تتعلم وأنا أصلا بتعل وبصيع مشاهدة يا شباب الحمد لله والله الحمد لله لدينا متابعين بالملائي أني أريد أني أكون أثرت في شخص أو شخصين هذا أني أريده منكم بشكل كامل ودعوه في ظهر الغيب الله يحفظكم ويسعدكم أتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته